اشتركوا في القناة مدينة في المقاطع اللي هي فيها عدد سكانها لا يتجاوز الـ 75 ألف نسمة في حين نمسحتها حوالي 222 ألف كيلو يعني مساحة كبيرة جدا جدا فيها مالة يزيد عن 75 ألف نسمة فبالتالي المدينة تعتبر فضية طيب المدينة دي فين؟ المدينة دي في شمال كندا قريبة جدا جدا من الجسر اللي بيدخلك الولايات المتحدة بينها وبين الجسر اللي بيدخلك ليه الولايات المتحدة عشر دقايق بس يعني تركب العربية بتاعتك عشر دقايق تمشي تتوكل على الله روح تأمريكا فانت انت وحظك بقى انت ورزقك يعني شوف انت عايز تعمل ايه عايز تروح أمريكا بس انا مش هواد ديك انا يا باشا كندا لكن امريكا انت بقى برحتك المهم المدينة دي في انتاريو المدينة دي اسمها سولت سانت ماري المدينة دي يا باشا بص حاجة كده عظمة فيها نهر فيها بحيرات جو فيها جبار اه هو جو برد عشان خاطر ان نكون صراحين بس انت بتتكلم في حياة طبيعية وحياة مريحة يعني حاجة عظمة العظمة المهم هندخل نتكلم في البرنامج بتاع النهاردة بالتفصيل وهفكركم قبل ما نخش بالمسابق هنقدم ان شاء الله لخمستاشر واحد من التعليقات بشكل عشوائي طيب التعليقات لو عدت معانا تلتمية وخمسين تعليق هنعمل ايه هنقدم لمية وخمسين واحد من اللي في التعليقات اللي مطلوب مني ان نعمله يا باسم بس يا سيدي مطلوب من حرضك تعمل شير للفيديو تعمل لايك تعمل سبسكرايب للقناة يعني حرك اكيد لازم تكون عندنا في القناة ده شيء شرفنا وتكتب لنا في الكومنت اسمك ودولة حضرتك وبس خلق هنخش دلوقتي حالا نتكلم عن البرنامج بتاع النهاردة برنامج مميز ده تابع للهجرة الرفية من ضمن المميزات اللي في برامج الهجرة الرفية عامة ان هي بتطلب اقل درجات من اللغة يعني هتلاقي اصحاب عمل مش طالبين لغة اصلا ما عندهاش مشكلة دايما في العمر يعني لو سن حضرتك من اول 18 لحد 55 تقدر تهاجر مفيش مشكلة خالص تبقى النقط بتاعتها سهلة جدا طريقة البحث على عمل فيها مميزة جدا يعني انت تقدر تدور على عمل عن طريق الموقع الرسمي اللي احنا هنحطه في الكومنت المسبت وفي نفس الوقت في شرح الفيديو هنخش دلوقتي حالا عالكمبيوتر ونبدأ نشتغل قبل ما نخش شايفة هتصلي عن نبي صلي عن نبي صلى الله عليه وسلم احسنت هنصلي عن نبي لايك شير سبسكرايب ويلا بينا نشوف الشرح بدعنا بسم الله توكلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم سريعا كده قبل ما نخش ونبدأ نسجل عايز بس وريكم معلومات هتخليكم تتبسطوا وانتوا بتقدموا معايا على البرنامج ده سولت سانت ماري هي واحدة من ارخص المدن في كندا التكلفة الشهرية المقدرة لأسرة مكونة من اربع افراد يعني حضرتك وزوجتك ومعاك طفل وطفلة او طفلين او حتى معاك وناس كبار هتبقى 3552 دولار كندي مش امريكي يعني متوسط قيمة تقدرية للفرض الواحد لو حضرتك لوحدك هتبقى 1028 دولار كندي طب ليه الكلام ده يعني تعالى مثلا لو اتكلمنا ان احنا هنقجر شقة غرفتين نوم هتلاقيها متوسط سعر فيها حوالي 950 دولار زي ما قلتلكم هي موجودة على حدود الولايات المتحدة وكندا على بعد 10 دقيق بس بالعربية من الجسر الدولي من ماشيجن طريقة التقديم هنخش على الموقع الرسمي زي ما عودت معليك نترجم طيار الهجرة الريفية هننزل تحت Salt Sand Mary هندوس على الموقع الرسمي هيفتح لنا الموقع بتاعها بنسبة كبيرة الموقع ده مش هيتترجم معنا لانه محمي هو بسألني هنا سؤال بيقول لي انت صاحب عمل ولا طالب تم لأبليكيشن هقول له طالب ام لأبليكيشن هاختار الاختيار ده بص هنا بيقول لك من وظيفة المطلوبة Food Service Supervisors و Restaurant Food Service Managers هيبدأ يقول لك المتطلبات اللي طلبينها هيدي لك الدليل بتاعك هننزل تحت خالص هنقول له Ready to apply هنبدأ نملة الابليكيشن بتاعنا هنقول له هنا الفول نيم بتاعنا الاسم وبعدين اللي هو الاسم الاخير وهنحط له الايميل وهنحط له رقم التليفون خلوه لكو جماعة الارقام والايميلات والحاجات دي كلها مهمة جدا 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 هنحط له هنا جنسيتنا هنحط له هنا المدينة او البلد اللي احنا تولدنا فيها هنحط له هنا البلد اللي عايشين فيها family status هنقول له بقى احنا هنا لوحدنا single ولا متجاوزين ولا common law ولا مطلقين ولا منفصلين طبعا المتجاوز هيقول متجاوز بعدين هنا بيقول لك عدد افراد الاسرة هتعمل له عدد افراد الاسرة وبعدين تدوس له next دوسنا له next بدأ يدخلنا في تفاصيل الشغل بتاعنا job title تعالوا اترجم لكم الجملة دي مع بعض كده هنا بيقول لك المسمى الوظيفة الخبرة المؤهلة لمقدم الطلب الاسية اسم الموظف او الاسم بتاع الوظيفة job location address job location address city post code التليفون بتاع صاحب الوظيفة الايميل بتاع صاحب الوظيفة تمام يعني احنا في الاول خالص هنقول له title الوظيفة هنا وبعدين اسم الموظف او اسم يعني الشخص اللي هيوظفك وبعدين عنوان الشارع بتاع الوظيفة وبعدين job location بتاعنا وبعدين post code بتاعنا بتاع مش بتاعنا احنا بتاع صاحب الوظيفة يعني وبعدين رقم التليفون والايميل وبعدين عنوان الوظيفة لمقدم الطلب الاساسي وبعدين application offer بتاعك اللي هو offer بتاعك tier cam tier 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 دايما حاول تختار tier 4 او 5 عرض الوظيفة بتاعك ايه السالري التاعك في الساعة تاريخ البدء وبعدين نقول له next طيب انت دلوقتي حسيت الموضوع معاك تلغبط لان انت مش معاك البيانات دي كلها هحطلك المواقع اللي تقدر عليها تخش تجيب عرض العمل مجرد ما يجيلك عرض العمل هيكون فيه البيانات دي كلها طيب بعد ما نكمل هنقول له next هيطلب من حضرتك انك ترفع له document هنا تحميل المستندات اول حاجة بيطلبها منك بيطلب منك الخطاب بتاع عرض العمل نموذك طلب مقدم ده بيبعته لك صاحب العمل وبيطلب منك تبعت له اختبار اللغة بتاعك اللي انت عامله وبعدين بيسألك شوية اسئلة بيسألك هل انت درست في كندا ولا لأ طبعا لأ بيسألك انت عندك خبرة 1560 دقيقة في اخر سنة هتقول له yes هتجيب له شهادة الخبرة بتاعتك من الشغل اللي انت فيه هو بيسألك بيقولك انت معاك تصريح عمل وعايش في كندا دلوقتي طبعا احنا مش معنا هنقول له no بيقولك انت مقيم دلوقتي لو yes هتقول له yes لو no هتقول له no بيقولك لو عايز تضيف اي حاجة هتحطها من هنا اي حاجة بقى تطوعت مشاركة مجتمعية السيفي بتاعك هتحطه من هنا ولو عايز تكتب اي حاجة انت هتكتبها من هنا وبعدين هتقول له submate بمجرد ما تقوله submate هيقولك الطلب بتاعك داخل في الدراسة وهيبدأ يتعامل معاك ومع الطلب بتاعك بشكل رئيسي طيب احنا ازاي ندور على وظيفة او نجيب الجزء بتاع عقد العمل اللي يخد ده هتلاقيني يسايب لك كل المواقع الليها علاقة بالتوظيف في كندا وهتخش اهم واحد فيهم هيبقى الجوب بنك ده بتاع الدولة نفسه هتخش عليه هتحدد المكان زي ما ورتك في الفيديو اللي فات وتبدأ تعمل بحث على الوظائف وتبدأ تقدم السيفي بتاعك بص عايزك تتأكد مية في المية ان مكان زي ده بالمواصفات دي بعدد السكان القليل ده اكيد اكيد يكون نسبة القبول فيها عالية جدا 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 الميزة ان انت هتقدر تسافر من 4 ل 8 اسابيع لغاية هنا الفيديو بتاعنا يعتبر خلص خلاص هسيب لك في التعليق المثبت وهسيب لك في الشرح بتاع الفيديو المواقع اللي احنا اشتغلنا عليها النهاردة كمان الصفحة الرسمية بتاعت الفيسبوك لو فيه اي سؤال وفق قدامك تبعت لنا على طول هنستنى الكومنتس بتاعتكم ما تنسوش المسابقة بتاعتنا يا جماعة شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته